رسميا قانون المالية يدخل حيز التنفيذ ورسميا أيضا المواطن بات بإمكانه استراد سيارات الأقل من ثلاث سنوات فبعد التعطش يبدو أن سوق السيارات سينتعش مع إعفاءات جمركية قد تصل إلى ثمانون بالمئة الأهم في هذه الإجراء أنه إتاحة فرصة استراد السيارات الأقل مثل السنوات رح يعلجنا واحد النقطة لدارة مشكل كبير في قيمة سيارات بالنسبة للمواطنين وشفنا يعني فاحش متد إلى حتى ميتين بالمئة من القيمة الحقيقية على السيارة فاليوم هذا القرار الذي يفترض أنه يدخل حيز التنفيذ بداية من اليوم أو بعد غد هذا من شأنه أنه يرجع السيارات والقيم السيارات إلى الأسعار المعقولة وكان فيه امتياز آخر هو امتياز جبائي يتعلق بالسيارات خاصة تلك التي تحت تكون عن طريق السيارات الكهربائية وإن كان يعني فيه نحتاج إلى بعض اللوجيستيك ولكن هذا جاء في إطار تحول إلى الطاقات النظيفة فتح الاستيراد لن يقتصر في 2023 على السيارة النفعية فحسب بل حتى القطاع الفلاحي سينتعش بتصريح استيراد الآلات والجرارات الفلاحية لأقل من سبع سنوات فبين الندرة وارتفاع التكلفة يمضي القطاع اليوم نحو الانفراج بما تعلق بالعتاد هذه القطاع تعلق الفلاحي سينتعش بما ترى حاجة إلى المعدات جاء إجراء في قانون الميت كميلي وين أتاح استيراد المعدات الفلاحية المستعملة الأقل من سبع سنوات سيما أنه يعني رانا كامل يعني أولاد مناطق فلاحية وكذا عدنا فلاحين مثلا وين كانوا يستعملوا جرارات يعد عمرها الانتاجي إلى 40 سنة وبالتالي من شأن هذا الإجراء أن يؤدي إلى جودة أكبر ومرضودية أكبر في هذا القطاع بعد أن كلف الجمود العديد من العرقيلة وأدى تعطش الذي رافق السوق لاختلال بتوازن الأسعار وصل إلى غاية المائتين في المئة سابقا ملف استيراد المركبات بكل أنواعها يحل اليوم نهائيا